أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثن فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الكبر مانع من قبول النصيحة فأكثر من الاستعاذة والتحذير منه قل ممن باع نفسه ووقته ابتغاء مرضات الله تعالى وطمعا في جنته حدد اسما معاصرا تظن أنه ممن شرى نفسه ابتغاء مرضات الله ثم تأمل سيرته